إلى حياة كريمة حيث شهدت القافلة الطبية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالغربية بتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في قرية الجعفرية مركز الصنطا بمحافظة الغربية شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1129 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لثلاثين مواطنا وزرعت كلية الزراعة خمسين شجرة مثمرة بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة 100 مليون شجرة بالإضافة إلى تنظيم محاضرات عن مناهضة العنف ضد المرأة ومحاضرات توعوية في التغذية والإسعافات الأولية في حالة الطوارئ